ايه بس احنا بنشوف الراجل الشرقي عموماً اللي هو اول ما حد اول ما اتنين بيرتبطوا ببعض اول حاجة يعني مفيش نزلغ لما تقوليلي يعني اول شرط في الارتباط ما تفتحيش باب البيت كده باب الشقة غلما تعرفيني تاني حاجة لازم انا استأذنه قبل منزل وقبل مطلع يعني ارتبطت خلاص مدام ارتبطت يعني انا خلاص دوقتي فيه ريليشنشف ما بيني وما بين حد دي تاني حاجة الشغل ما فيش حد من زمالك وصلك ويجيبك او متعوديش مع رجالها فانتي صحبك وامي بقوا بنات اول تاني يوم ما قالي انا بحبك وبتحبيني شليلي كل الولاد اللي على الفيسبوك وكل الفرنز الولاد دول وكل بنات بس وما ينفعش تنزلي اي بوستات وحاجة كده هاي طبيعة بتختلف من شخص لثاني دي تدخل في الحدود ولا ما تدخلش اه لا بعيدة عن الحدود هاي بعيدة عن الحدود لانه هذا يعني انا بالنسبة لي لو كذلك بدي ارتبط بانساني طبيعي جدا مرح اقبل باي انسان معاه هاي دي الغيرة الطبيعية هاي غيرة الطبيعية لانه انتي بتشاركيني بحياتك معاي باشخاص ثانين من نفس جنسي طب ما هي مش زابطة الالية هاي ولا دين ولا 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 عرق ولا أي ديانة ولا أي دولة في الدنيا نصت على انه هذا الشيء صحيح طب كوي انا ضد شغل انا ضد فكرة انه بويفرند ما بويفرند صاحبي ولبس تابع لا 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 البس تفرند يعني اي واحد تقوله مالك الحبيبي ده البس تفرند لا 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 ما خرب العلاقات غير هذه الكلمة صح لا 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 انا كيف انتي كيف في زبطة معك انك تتحكي مع واحد ومع الثاني حتى لو كانت صفة الثاني غير عن الاول في عندي احترام للشخص اللي موجود في حياتي ما بيشوف غيره ما بيحكي مع غيره والناس اللي بحياتي حتى لو بده تزعل مني عادي تزعل ما ليش دخل عادي يعني بده يزعلوا مني عشان ارتبطت واخدت صايد معين بيني وبين الشخص اللي بحبه هاد اشي عادي ويحترم بالعكس انساني كانت معانا بالجروب الشلة وحملة حالها وطلعت بره الشلة ليش ارتبطت او اتزوجت لها احترامها طب انت معانا معايا يا زيد ان لما بنبتدي العلاقة زي ما انت بتقول بالضبط ان انا بحط الحدود مش حدود يعني خلي بالك يا زيد انا بحب ده انا ما بحبش تعمل واحد اتنين تلاتة عشان انا جربت قبل كده وانفصلت بسبب الحتة دي الحتة دي ممكن تقتلني كايمان لو انت عملتها يعني انا بحاول بقيل لك شخصيتي زي ما انت بتقول كده ساعات في رجالة بتاخد الحاجات دي وتبقى نقطة ضعفة انا كست انه يدوس عليها بعد كده لما يحب يضايقني فهل مفروض اقول ده في البداية اه برضو انا 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 دخلت اربع علاقات والاربع علاقات فيهم قلتهم نفس الكلام نفس الكلام واستعملوا نفس طقت الضعف طب ايه والعلاقة الخامسة رح احكي نفس الاشي والساتسة والسابعة عادي اه لان انا لا تخلي عمرك بحياتك لا تخلي طبعك هو اللي يتغلب عليه اطباع الناس اللي قدامك ايو لان انا بحبت اقول لبنات ما تقوليش ده يعني باقينا ننصحهم لو لم تقوليش الحتة اللي بتوقعك بالعكس 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 انت بني ادم اول ع اخر انا لما عيش معك رح تنكشف هاي النقاط لازم تنكشف لان انا اذا انت بني ادم تحكيلي ممنوع تبات برا البيت اه وما حكتيلي اياها بس انت من جواتك بنت تدائق من هاي النقاط وبيتت بيوم الايام وانحنا مع بعض ومنحب بعض او مخطوبين بيتت برا البيت رح اشوف دياجة في البتالي رح اعرب عش نقطة ضعفك فاول عا اخر رح تنكشف هاي مش نقطة ضعف هاي سياسة انا بمشي فيها معاك انت بتحترميها بتحترميها ما بدك تحترميها خلص الله معك بس الواقع هونت بتقول عشتي كذا تجربة الواقع ان الناس بتستغل الحاجات دي وراح اضلني زي هيك في الاول لحديث ما ييجي شخص يقدر يعني الا ما ييجي شخص يقدر الاشي اللي انت بتحكيه مستحيل كل الناس سيئة لازم يجي شخص يحترم اه لا خلص ايمان ما بتحب هيك خلص ما بعملها مفيش مرة جات عليك يوم كده وقلت هو انت يا زيد ما بتتعلمش هو انت كل مرة في كل اهلاقة هتعيد نفس الغلطات تاني هو مفيش فايدة هو انت ازاي بتكرر نفس الغلطات دي وبيعملوا فيك نفس العميل هل ما جاتش ايام تفكر كده تقول كل فترة بحكي هذا الكلام كل فترة بس برجع زي ما انا بداية حياتي واجهة صعوبة باني انا اتعامل مع الطيبة نعم تمام كل ياتنا بيوم الايام قاعدنا سجادة الصلاة وقاعدني احكي يا رب قسي قلبني يا رب قسي قلبني يا رب قسي قلبني عندما كبرت صح اكتشفت انه انا مستحيل قلبي يكسر مستحيل قلبي يكسر لسبب معين الله خلق فيك اشي انت ما لك يد فيه بدك تحبه غصبا عنك وبدك تتقبل شو ما كان لما تحبه رح يصير حطك بموقف صح رح تبطل الطيبة غباء فبالتالي انا بوصل لمرحلة انه عادي شوفوها ايمان شافتها غباء الطيبة اللي عندي عادي ما ليش دخل ما ليش دخل بس في الاول كنا بنتدايق بنتدايق نظرتها وانا ليه بعمل في نفسي كده عشان هيك اتصالحت محالي لجائتي اني انا اتصالح محالي مفيش حال غير اني اتصالح محالي عشان اقدر اساير الدنيا صح مجددا